موسيقى أهلا بك أولاد في الوحدة الثانية الدرس الثاني الصناعة النهاردة هنتكلم عن الصناعة بكل مفهوم أولا هنتكلم عن مفهوم الصناعة هتكلم كمان عن مقاومات الصناعة سواء كانت مقاومات طبيعية أو مشكلة هتكلم كمان عن أنواع الصناعة عندي كمان صناعة استخراجية وعندي كمان صناعة تحقلية هتكلم عن أهم الصناعات الموجودة عندي في مصر يلا بعد بعد نشوف ونعرف الصناعة في مصر أهلا بك أولاد على قناتنا الميلة قناة الأسكولة النهاردة هنبدأ في الدرس الثاني في الوحدة الثانية الصناعة طبعا أنا بدل هتكلم عن الصناعة يبقى هتكلم في مجالات كتير جدا أنتم عارفين أن الصناعة دي كمان من أساس الدخل في مصر يعني بمعنى أصح كده أن الصناعة بتاخد عندنا حيث كبير جدا في الدخل أول حاجة أنا هتكلم فيها دلوقتي الكلمة صناعة يعني إيه المقصود بكلمة صناعة كلمة صناعة يريد أن أنا بحاول مادة خام إلى مونتات وهديك مثال على كده ماما مثلا عايزة تشتري صلصة عايزة تعمل أكل فبترسي بإيه من البقال علبة صلصة بالصلصة دي أصلا كانت مكوناتها عبارة عن إيه عبارة عن طماطم اتحنت وتعصرت وصنعوا منها الصلصة دي يبقى دي أنا عملت إيه بقى حولت المادة الخام دي لصناعة هستغلها في وقت تاني أو لو أنت عطشان مصل في الشارع وعايز تشرب عصير مش معقول لسا تروح تجيب الجوافع عشان تطحنها وبعدين تشرب لأ أنت بتروح السوبر ماركت تطلب أنت بتاخد العصير ده وبتشربه معنى كده أن اسم إيه بقى ده اسمها صناعة المنتج ده تصنع جاب المادة الخام اللي هي المنجا وعصرها وحطها في علب وبحها كلمة الصناعة دي بقى هي إيه هي تحويل المادة الخام اللي هي المادة اللي أنا هستخرج منها المادة الصناعة إلى منتجات طب المنتجات دي بعمل بيها إيه لسد احتياجات السكان لأن أنا بحتاجها وده المقصود عندي بالصناعة في أول تعريف ليا طيب مصر يا أولاد بتهتم بالصناعة ليه طبعا شيء طبيعي أن مصر تهتم بالصناعة عشان أدوة متقدمة وطنهر بالاقتصاد الموجودة عندي في العالم يبقى بيقولي هنا أن بتهتم مصر اهتم كبير جدا للحق برقب التقدم والنهضة الايه الاقتصادية وده شيء مهم جدا أن مصر تهتم بالصناعة ونهضة الاقتصادية طيب أنا جدا اتكلمت عن الصناعة وليه مصر تهتم بيها دلوقتي هكلمة عن مقاومات الصناعة يعني ايه يا ميس المقاومات يعني العوامل اللي ساعدتني على قيام الصناعة ودي بتنقسم عندي إلى جزئين أول جزء عندي عندي مقاومات طبيعية وعندي كمان مقاومات بشرية دلوقتي أنا هبدأ بالمقاومات الطبيعية أول حاجة عندي في المقاومات الطبيعية بيقولي فيها ايه؟ في المقاومات الطبيعية تنقسم عندي إلى عدة مقسام اللي هي ايه؟ أول حاجة المادة الخام وعندي كمان مادة الخام دي سواء كانت زراعية أو حيوانية أو عدنية طيب مصادر الطاقة حاجتين مهمين جدا أنا أعطوهم قبل كده عندي اللي هي البترول والغاز الطبيعي يعني عندي مصادر الطاقة عندي حاجتين البترول وغاز الطبيعي طيب المقاومات البشرية اللي هي ايه ولا المقاومات البشرية اللي الإنسان هو اللي بيعملها هو اللي بيقوم بيها اللي هي ايه بقى عندي العمالة الوفيرة عندي كمان رؤوس الأموال عندي كمان الأسواق سواء كانت داخلية أو خارجية عندي كمان وفرة ايه؟ وفرة وسائل النقل والطرق والمواصلات يبقى أنا عندي هنا مقاومات الطبيعية اللي ربنا سبحانه وتعالي ادبهالي سواء كانت مادة خام اهي ودي عبارة عن مواد زراعية وحيوانية ومعدنية عندي كمان مصدر الطاقة عندي ايه غاز طبيعي وعندي كمان بترول وغاز طبيعي طيب عندي البشرية اللي هي ايه عندي العمالة زي ما انا قلت عندي رأس المال عندي الاسواق الخارجية والداخلية وعندي كمان مفرة النقل والطرق والنقل والموصلات طيب كده انا كلمت عن المقاومات الطبيعية والمقاومات البشرية هدخل على نقطة تانية اللي هو انواع الصناعات الحديثة عندي انواع الصناعات الحديثة عندي نوعين في نوع اسمه صناعة استخراجية والنوع التاني اسمه صناعة تحويلية عندي نوعين ايه اولاد اه من انواع الصناعة عندي صناعة استخراجية وعندي صناعة تحولية طيب أنا عايزة أعرف دلوقتي يعني يصنعها استخراجية ويعني يصنعها تحولية الصناعة الاستخراجية من اسمها دي اللي أنا باستخرجها من الأرض من الأرض بحفر لها مسافات بعيدة عشان أجيبها زي المعادن الخام زي المناجم زي البترول زي المعادن دي اسمها أولاد استخراجية باستخرجها من مطن أرض لكن التحولية اللي أنا بحاول المادة الخام دي لحاجة تانية بتحولها مثلا إلى آلات إلى مصنعات إلى أدوات يبقى اسمها إيه تحولية بحاول شكلها بحاولها من شكل لشكل تاني يبقى النوع الاستخراجي هي الصناعة التي تشمل استخراج المواد الخام من المناجم زي حاجتين مهمين عندي قوي اللي هما البترول والمعادم طيب التحولية اللي هي اللي انا بحول يولات ويابانات المواد الخام باستخدام الآلات والأدوات يبقى انا عندي كده البقرنة بين الصناعة الاستخراجية والتحولية بعرف دي وبعرف دي يبقى انا كده اتكلمت عن انواع الصناعة استخراجية قلنا هي ايه بتشمل استخراج المواد الخام من المناجم زي بترول المعادم طيب التحولية اللي انا بحولها ايه سورة تانية زي الآلات والأدوات هتنقل للنقطة اللي جاية وهدي بعض الامثلة للصناعات التحولية دي اللي هي ايه بقى عندي انواع او امثلة للصناعات التحولية دي عندي صناعة الغذل والنسيج عندي صناعة الأساس عندي صناعة الأغذية اللي هي المعالات عندي صناعة الأسمند عندي الصناعات الكيميائية عندي كمان الصناعات التعدينية عندي كمان صناعة المعادن زي إيه أولاد زي الألمونيون والحديد والصلب يبقى أنا كده اتكلمت عن الصناعات التحولية وأنواح غذل ونسيج وأساس وأغذية وأسمند كيميائية وتعدينية طبعا أنا عايز أعرف كل الصناعات دي عايز اعرف بعض منها على الخريطة وعرف بتوجد عندي فين زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي طيب الخريطة اللي قدامي دي انا محددة عليها بعض الصناعات هتكلم دلوقتي عن انا عمنا لك في حاجة اسمها هنا وانت خطوها سنة ربعة طبعا مفتاح الخريطة اللي هو تحتي ده انا محددة الاشكال والشكل ده بيدل على ايه طيب انا عندي تكليل بترول موجود فين انا عندي تكليل بترول موجودة عندي في بعض الاماكن زي ايه كده مدينة اسكندرية وعندي كمان موجود في القاهرة يبقى انا عندي اول حاجة تكليل بترول بيوجد عندي فين عندي في اسكندرية وعندي كمان فين في القاهرة اهو اللي علامات بتاعته اهي وعندي كمان في السويس طيب سنة الصالون بتوجد فين عندي بصوا كده ولاد عندي في اسكندرية فوق اهي شايفنا طيب عندي كمان الجزل والنسيج أنا عندي في أكتر من المنطقة عندي هنا في اسكندرية وعندي في القاهرة وعندي في السويس وعندي في نجا حمادي عندي كمان صناعة السكر بتوجد عندي في مدينة المينيا وعندي كمان في إدفو طيب عندي كمان صناعة الألمونيوم بتوجد فيه المكان ده نجا حمادي صناعة الألمونيوم بتوجد فيه نجا حمادي عندي كمان صناعة الحديد والصلب بتوجد فيه يا أولاد في القاهرة طيب صناعة الأسمي ده بتوجد فين؟ بتوجد أيضا في القاهرة يبقى أنا كل علامة من اللي أنا بكلم عنها دي بتدل على الصناعة بتاعتها بالمنطقة الموجودة إيه؟ بالموجودة فيها ودي أهم الصناعات الموجودة عندي في مصر هتنقل للنقطة اللي جاية وهتكلم فيها عن بالتحديد عن صناعة هتكلم عن صناعة الغازل والنسيج هتكلم عن صناعة الغازل والنسيج صناعة الغازل والنسيج هتكلم عنها دلوقتي أنها بدأت في أنهاء عهد أنا لما هتكلم إن شاء الله إن شاء الله ما دي بارك ده وتقصدت ادخده محمد علي شخص محمد علي ده هو بيعتبر هو أساس نهض الصناعة في مصر هو اللي بدأها عشان كده أول حاجة أتكلم فيها في صناعة الغازل والنسيج بيقول لي أن بدأت في مصر على يد محمد علي وتطورة كمان على يد مين؟ على يد طلعت حرب يبقى هي بدأت فين يا أولاد بدأت عندي في عهد محمد علي اللي هو الصناعة تطورت في عهد طلعت مين حرب مؤسس بنك مصر طلعت حرب عام 1920 وبتوجد هذه الصناعة في عدة أماكن عندي في القاهرة وعندي في اسكندرية وعندي في نجع إيه؟ في نجع حمادي ويبقى أول صناعة أنا اتكلمت عنها دلوقتي هي صناعة الغازل والنسيج هتكلم عن نوع الصناعة تاني وهي صناعة الأساس وده لازم أعرف كان هم فين؟ يبقى صناعة تاني عندي في منطقتين مهمين جدا اللي هم مين يا أولاد؟ اللي هي القاهرة وضمياط القاهرة وضمياط وده بتشتهر بصناعة الأساس طيب النوع الثالث اللي هتكلم عنه دلوقتي اللي هو صناعة الأسمدة وتعتبر يولاد الصناعة الأسمدة دي من أهم الصناعات الكيميائية وبتعتمد على الفوسفات وبتتركز عندي في منطقتين منطقة القاهرة وي السويس وده حددته اللي قبلها على على إيه؟ على الخريطة يبقى دي من الصناعات الكيميائية وبتغد عندي في منطقتين القاهرة ومين؟ وي السويس تمام كده؟ يبقى أنا كده اتكلمت عن صناعة لازلوا نسيك وكلامان اتكلمت عن صناعة الأسمدة هتكلم دلوقتي عن صناعة الأسمدة هتكلم عنها صناعة الأسمدة بيقول لي فيها إيه؟ بيقول لي إن صناعة الأسمدة يتشهم بنصب كبير جدا في الصادرات لكن للأسف إن هي بتلوزتلي البيئة لإن الدخان اللي بيطلع ده بيلوزتلي الهوى بيقول لي هنا إن صناعة الأسمدة دي بتلوزتشهم بنصب كبير جدا في الصادرات المصرية يعني بتعقد لي بعائد مدي كويس لكن للأسف هي بتسبب لي تلوس للبيئة طيب أنا كده اتكلمت عن صناعة الجزلة والنسيج والأسمنت وصناعة الأساس طيب أنا عايزة أعرف أنا بستفيد في الصناعة دي في إيه أنا عندي عدة نقاط رئيسية لازم تعرفها أولها أن الصناعة دي مهمة جدا وبيعمل بيه حوالي 12% من جملة الأيد العاملة الأيد العاملة ما سبتتشوفش ما عندي 12% بتسهم أيضا في الصادرات نسبة 17 و2 من 10% أهم حاجة في الموضوعنا أن أقوله ده أن هي كمان بتوفر لي فرص عمل للشباب وبتقضي على البطالة يبقى أول نقطة عندنا اتكلمتي فيها أهمية الصناعة بيعمل بيه 12% من الأيد العاملة كمان بتسهم 17 و2 من 10% من الاقتصاد كمان بتوفر لي فرص عمل وده بيؤدي إلى محاربة البطالة وأهم حاجة فيهم كمان هي بترفع لمستوى معشة الفرد لأن بالتالي هي بتزود له دخله فعشان كده بتزود له أو بترفع من مستوى معشته كمان أن هي بتلبي حاجات السكان في رفع قيمة الصادرات يعني بتلبي لي حاجة النقصة فعشان كده يقولي أن هي بتلبي حاجات السكان في رفع قيمة الصادرات وده كانت اهمية الصناعة عندي في الخمس نقاط اللي قدامك دول دلوقتي هتكلم عن النقطة اللي جاية وهي الصناعة والبيئة بدل عندي صناعة يبقى اكيد بيقابلها حاجة تانية في البيئة يبقى اكيد في عندي ما يحدث بالتلوث انا بتكلم عن النقطة اللي جاية دي وهي ايه اولاد وهي الصناعة والبيئة للأسف احنا بنعمل حاجة اسمها سوق ادارة يعني انا ببستخدمش اتنولوجيا حديث عشان اقلم التلوث ده وسوق الادارة ده بيقدم اضرار كبيرة جدا في البيئة الدليل على كده عندي فيه تلوثين فيه تلوث ماء وفيه عندي تلوث هواء تلوث الماء ده انا هتكلم عنه بيقولي انه بيقدس سوق سوق ادارة بعض الصناعات الى اضرار كبيرة للبيئة الاضرار دي بيدل عليها ايه عندي حاجتين عندي تلوث المية بسبب القاء مخلفة المصانع في المية وعندي كمان تلوث الهواء بسبب ادخنة والاترباء الخارجة من المصانع وده بيعمل عندي تلوث عالي جدا في المكان ده فبالتالي لأنه في التلوث بتعليه بالتالي بيدرب الإنسان وبالبيئة اللي حواليه في عندي كمان حاجة مهم جدا في الحوزات قلتها لكم بقول فيها أن زيادة النمو يا أولاد الصناعي ده بيؤدي إلى بيؤدي إلى إيه لازم نعرفها وده سؤال على فكرة تتلاقيه أنا كتباهولك في آخر الحلقة بيؤدي إلى نمو المدن وعندي كمان بيؤدي إلى زيادة الهجرة وده بيتطلب عندي المزيد من المرافق بالمدن يعني لازم أوفر لهم طرق مواصلات ووفر لهم كمان بتاع دوات مية ووفر لهم صرف الصح كل دي سمع مرافق المرافق دي لازم تتوفر عندي إن أنا عندي هنا نمو في عدد السكان يبقى نمو المدن الصناعية دي يد لما بقى فيه سكان بالتالي نمو المدن دي وزيادة الهجرة عليها بالتالي لازم يتوفر عندي مرافق بالمدن دي عشان أقدر أتصدى لزيادة النمو الصناعي الموجود في هذه المناطق يبقى أنا كده اتكلمت عن الصناعة والبيئة وتكلمت كمان على التلوث الموجود عندي بالبيئة دلوقتي أنا هتنقل للنقطة الأخيرة واللي هي التدريبات يبقى كده اتكلمت عن الصناعة والبيئة وتكلمت عن نمو الصناعي لما بعد نشوف التدريبات أول سؤال بيقابلني بيقول لي ده كلمة صح أمام العبارة صحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخطأ صناعة الحديد والصلب من الصناعات الاستخراجية مين شاكتر هيقولها طبعا العبارة دي خطأ دي من الصناعة التحولية أنا بجيب حديد بعمله حديد وصلب دي اسمع اسمعها ايه صناعة تحولية السؤال التاني بيقول لي تتوفر في مصر مصادر الطاقة اللازمة للصناعة طبعا المتوفر عندي مصادر الطاقة يبقى العبارة دي ايه صحيحة تصم الصناعة في حل مشكلة البطالة وتقضي عليها وتقلل منها كمان صح برافو عليك العبارة دي صحيحة بيقات صناعة او بدأت صناعة الغزل والنسيك في مصر على يد محمد علي طبعا العبارة دي صحيحة لان هي بدأت بالفعل في عهد محمد علي السؤال اللي بعده بيقول لي اكمل العبارات الاتية بتقسم عهد الصناعة الى نوعين ايه هما لسه ايه لهم لكم شوية صناعة ايه وصناعة ايه برافو عليك وشاطرين عندي صناعة استخراجية وعندي صناعة تحولية طيب السؤال الداني بيقول لي من المقاومات الطبيعية للصناعة اللي هما ايه و ايه عندي وفاة المواد الخام وعندي كمان مصادر الطاقة السؤال الثالث تسبب الصناعة تلوث ايه تلوث ايه عندي تلوث الماء وتلوث ايه الماء من المقاومات البشرية لقلام الصناعة هي ولاد المقاومات البشرية حكتين عندي الاسواق وعندي وصل ايه النقل تشمل الخامات اللازمة للصناعة خامات ايه وخامات ايه عندي خامات زراعية وعندي كمان خامات حيوانية السؤال اللي بعده بيقري بما تفسر اهمية صناعة في مصر انا بستفيد من صناعة في ايه انا اطلقكم لكم دلوقتي في خمس نقاط بيعمل بيها 12% من العيد العاملة بتسهم ب17% من الاقتصاد المصري بتوفر لي كمان فرص عمل للشباب وبتغضي على البطالة كمان بترفع مستوى دخل الفرد اللي هو مستوى المعيشة كمان بتلبي حكة السكان ورفع قيمة الصادقات نتنقل السؤال اللي بعده بيقول لي فيها ايه ما النتائج المترتبة على طوار الاسواق الداخلية والخارجية في مصر الدائلة ادى الى ايه ادى الى تسويق المنتجات داخل وخارج الدولة تسويق يعني ايه يعني بذباع ان انا بسوى ان انا ببيع المنتجات بالداخل او خارج الدولة ما النتائج المترتبة على زيادة النمو الصناعي ادى الى ايه اولاد ادى الى نمو المدن وزيادة الهجرة اليها وكمان ادى الى تطلب المزيد من المرافق بالمدن ويتطلب ذلك المزيد من المرافق بالمدن طيب السؤال اللي جاي بيقول لي سوق ادارة بعد الصناعات ده ادى الى ايه ادى طبعا الى ادرار كبيرة للأسف في تلوث الهواء وتلوث بين الماء ادارة سوقها ادى الى ادرار كبير جدا في تلوث الهواء وتلوث الماء بكده انتهت الحلقة بتاعتنا وانتهت اسئلتنا ويريد تركز كويس اوه في الاسئلة وان شاء الله اشوفكم في الدرس الجاي سلام انتهى درسنا عرفنا يعني اصناع عرفنا مقامة الصناع عرفنا الفرق بين الصناع والاستخراجية والتحولية وعرفنا كمان هنى انواع الصناعات الموجودة عند في مصر المراكزي على الخريطة كمان تذريدان بالمساج متش بص عليها ومركز فيها وشيد اخر الحلقة يتحل عشان يشوفو الناس الشطرة اللي حلت للاسئلة ده وعتنسوا لايك شير سبسكرايب اشوفكم ان شاء الله على خير المراكز سلام